يباركك الرب ويحرصك يضيء الرب بواجهه عليك ويرحمك مستش شريف نبتدي محرك في القاية ويقول أول حاجة يباركك الرب بركة ربنا بركة ربنا في حياتنا يعني ممكن نتكلم عنها نقول إيه هي إيه هي بركة ربنا وكيف أشعر ببركة الله في حياتي بص حركة بركة ربنا حنقولها ممكن حنقسمها على جزئيتي بركة ربنا في العهد القديم وبركة ربنا في العهد الجديد بركة ربنا في العهد القديم كان بالنسبة لهم الأرض هي دي بالنسبة لهم أنه حد يبقى عنده أراضي كتير الكسرة أكثر أولادك وأكثر أرضك وغنمك ورعيتك وكل حاجة برافو عليك هو القصة كده فعلا يبقى فيه كترة في كل حاجة فهي دي بالنسبة لهم هي دي كانت البركة وفي نفس الوقت زي ما كان بيتقال في المزمور اللي هو بتاع صلاة باكر أن الشخص المتقي الرب كل ما يصنع ينجح فيه فهي دي البركة بتاعت ربنا اللي بتبقى موجودة لكن في العهد الجديد حنيجي حنقول البركة ديت هي أن إحنا حاسين أن ربنا موجود معانا في كل عمل إحنا بنعمله مش بس في الإكثار في النواحي المادية لا البركة دي في حياتنا احنا في حياتنا الروحية إحنا زي بالظبط لما نيجي نبص في البركة في إشباع الجموع خمس خبزات وسمكتين يا رب بقى خمس خبزات وسمكتين حيشبعوا الخمس تلاف رجل يعني لو أنت حدق حسبتك ده هتلاقي خمسة في اتنين متوسط يعني عشر أو خمستاشر ألف واحد يكفوا إزاي في حاجات حاجة ضد العقل يعني حاجة ضد المنطقة بالظبط بتلاقي في ناس بتقبط مثلا مبالغ قليلة وبتلاقي ربنا مبارك فيها يعني عايشة معقولة عايشة مبسوطة وعارشة راضية وكل لي لأن ربنا مانع عنها أمراض ومانع عنها مشاكل ومانع ومانع في ناس بتقبط كتير جدا 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 وما بيحسوش أن فيها بركة ليه لأن هما على طول متزمرين التزمر بتاعنا مع ربنا ده هو اللي بيخلي البركة هي اللي تقل من حياتنا فالبركة دي هي القناعة بوجود ربنا وأن احنا نكون بنرضي ربنا في كل عمل احنا بنعمله هي دي ملخص البركة القناعة بأن وجود الله معايا وجود الله في حياتي القليل يبقى كثير واللي الناس شايفاء قليل يكف ويشبع ويفيد لدرجة أن احنا برضو في العشور ربنا بيقول هاتو العشور وجربوني فلما تيجي تبص أن احنا ممكن في وقت زانقاء يقولك لا احنا مش احنا مش هندفع العشور دلوقتي أو هنأجلها أو غيره أو غيره بالعكس انت في الوقت ده انت بتدي من احتياجاتك زي المرأة الأرمالة اللي هي اللي حاطت الفلسين دي حاطت أكتر من كل الناس لأنها حاطت من احتياجاتها زي أطلب البركة في حياتي يعني السودايمان الحكيم بنلاقي طلب البركة وفي العهد القديم بمنحرك بتكلم عن العهد القديم كتير طلبوا البركة زي أطلب أنا كمان البركة في حياتي العهد القديم لما جيه عقوب قاله لن أطلقك إيه لم تباركني؟ لن أطلقك حتى تباركني مش هسيبها غير لما تباركني ده كان بيكلم أخوه آه فالنهاردة النهاردة إحنا نطلب البركة مننا إحنا كل واحد فينا بيقف بيصلي بيحس أنه هو واجب عليه أنه هو يقف يصلي حقول أبانا الذي حروح أحضر الكنيسة وحروح أحضر الأداس وتناول واخد بركة وامشي لكن هو ما حسش بالحلاوة العشرة مع ربنا تحس بحلاوة العشرة مع ربنا أنه أنت تحس أنه أنت واقف بتكلم ربنا بدلا ما كل واحد بيبقى قاعد واقف حس أنه هو قاعد عمال بيبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ومش عايش مع ربنا مفيش حلاوة العشرة اللي مع ربنا بنيجي من نهاردة بنقرأ الإصحاح أو بنقرأ أي حاجة بنحس أن هي تقضية واجب مش حس أن أنت بتتلزز بالحياة مع ربنا كلنا بنقع في المشكلة دي لأن الشطال لازم بيحاربنا بس اللي جادع فينا أنه هو يقوم ويغصب على نفسه مرة واثنين وثلاثة لغاية لما يدوق حلاوة ربنا القديسين والرهبان دول عرفوا منين حلاوة ربنا عرفوا منين البركة اللي موجودة عرف منين البابا شنود الله ينايح نفسه لما كان بيبقاعد يقولهم أنتوا عاوزين قدي أسمنت يقولوا كذا يكتب على الأرض أنا عايز عشرة طن أسمنت أو حيزا بييجوا في ثواني والموضوع بييجي من خبرة حقيقية مع الله فإحنا دايما مشكلتنا أن احنا ملناش خبرات حقيقية مع الله ما صنعناش خبرات مع الله تمام بس ده برضو من ضعف إيماننا ده برضو نتيجة ضعف الإيمان ضعف إيماني ما خلاش فيه خبرة مع الله تمسك بيها أتذكر دايما حتى البابا شنودا كان يقول تذكر كم صنع الله معك كم مرة كنت هتموت وربنا نجاج كم مرة كنت هايحصل وربنا مرضيش ده كل يوم ده كل واحد وهو في الطريق لو كل واحد في كل خطوة بيرشم بالصليب لو كل واحد في كل كل لما يصحى الصبح يفتكر أن الليل ده الليل عبر الليل عبر مشكورك يا رب أن الليل عبر بسلام ده ده الوحدة إن فيه ناس عد عليها الليل لكن ما عبرش بالنسبة لها وابتدت حياة جديدة في السم طبعا ده حتى ساعات يقوله فيه ناس شافت شروق الشمس ما شافتش الوروب صحيح وفيه ناس شافت الوروب ما شافتش شروق فهو بيبقى حلو قوي إن احنا نشكر ربنا في كل لحظة ونقول ربنا رب أنت شريك معانا في كل حياتنا في كل وقتنا في كل لحظات من لحظاتنا إذن اللي أنا فهمت وصو الشريف من حضرتك إن حياة البركة أقدر أكتسبها في حياتي أولا بالشكر صح كده تمام الشكر يجلب البركة البركة ويقول لك أنا وثق إن ربنا هيبارك في القليل واحد ياخد برضو قليل بس يقول لك يا عم تعالى نحسبها بالورقة أو بالألم ودايما لما تحسب بالورقة أو الألم الحسبة تبوز فإزاي أنا أشعر بالبركة في حياتي بصح ذلك الموضوع أحسبها بالورقة أو الألم دي حصلت معي أنا شخصياً يعني أنا أول ما تجوزت قلت هاحسب كل النفقات بتاعتي بالورقة أو الألم ده ما فيش حد يجي تجوز وحسبه بالورقة أو الألم اللي ما بوزت صحيح ده فعلا أول ما ابتديت أحسبها بالورقة أو الألم ما كانتش الفلوس تكمل معاك فترة ربنا يقول لك تعالى أنت بتجرب ربنا لا تجرب الرب إليهك ما تجربوش دايما سيب اتكالك عليه إزاي أشعر بالبركة دي إن أنا أسيب كل اتكالي عليه إن أنا أجتهد أعمل اللي علي وربنا يكمل ثق تماما أنه هو لن يهملك ولن يتركك ثق تماما حتى بيقول لك البركة بتاع ربنا تغني ولا يزيد معها تعبا هتغني وفي نفس الوقت مش هتتعب زيادة لا 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 ده أنت هتغني وحطفيد ومش هتزيد معها تعب وتغني دي ممكن تاخد معاني تاني يا سو الشريف تغني دي إنها تخليني مستغني مستغني إن أنا مدي إيدي للغير مستغني عن سؤال الغير مستغني عن حاجات كثير جدا لما يكون بركة ربنا موجودة طبعا أنا عايزة تنقل أحرك للكلمة التانية والحقيقة كل كلمة تحتاج موضوع لوحده ويحرصك يضيء بواجهه عليك حراست الله وحمايته لولاده زي أشعر أن الله حرسني ودايما الواحد يتسلل لقلبه الخوف لأنه يشعر أنه يعني ممكن يكون إيمان قليل أن الله يعني ممكن يستغنى عني ولو لفترة قليلة فأنا قضيع إذا كيف أشعر بحراسة الله لحياتي بص هو الله عمره ما يستغناش عننا لأنه لو كان يستغن عننا ما كانش عامل عملية الفداء صحيح الله تجسد ونزل علشان خاطر يعمل لنا عملية الفداء دي لأنه هو شايف أنه إحنا صنعت يديه فبالتالي دي نقطة مهمة جدا وتخليني أن أنا دايما أحط آية كده قدام عيني على طول آية دايما يعني تبقى محطوطة قدام عينينا عيني عليك من أول السنة الأخيرة ما قالش في وقت معين وفي وقت دي أنت حتى لو إحنا وحشين جدا ربنا قاعد بيحرصنا ده ربنا مديلنا ملك حارس يبقى قاعد معانا في كل خطواتنا بس خلي بقى حضرتك الملك الحارس ده ما هو ممكن في نفس الوقت يتخلى عننا إمتى لما إحنا أصلا نرفض وجوده نرفض وجوده إزاي أن إحنا نرفض وجود ربنا في حياتنا نرفض وجود برضو ربنا في حياتنا إزاي أن أنا هعمل خطيئة رغم أن أنا عارف أن هي خطيئة طب إزاي هذا الشعب بيعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني ربنا برضو في نفس الوقت ده برضو مش هيسيبنا بس الملك في الوقت ده حيجي حيسطر عينه يقولك إزاي يبقى واقف مع أحد وهو ناكل ربنا ما ينفعش ففي ملك حارس قاعد بيحرصنا ربنا مدلنا ملك حارس قاعد بيحرصنا طول حياتنا على الأرض طبعا أنا أخذ كلمة الثالثة لأين وقت بيجري محررتك رحمة الله يقول و بواجه عليك و يرحمك رحمة الله في حياتنا إزاي أن أنا دايما ألتمس رحمة الله في حياتي و إزاي أشعر برحمة ربنا و أخذ حراك في النقطة اللي بعد كده إذا كان الله رحوم فكيف أكون أنا أيضا ده كده نقطتين مع بعض الله طبعا رحوم مش هو إذا كان الله رحوم هو الله طبعا رحوم جدا ولكن أنا بكلم عن رحمة ربنا أن هي بتنجينا دايما من مشاكل و وضيقات كتير جدا ربنا بيقول لنا في الرحمة بتاعته ارجع و إلي أرجع إليكو لو حتى إحنا بعيد هو ربنا حيرجع لينا إزاي إحنا نقول رحمة مع الآخرين زي ما ربنا بيتعامل معنا بمنطه الرحمة زي إحنا ما بيبقى فيه عندنا أخطاء كتير جدا و ربنا بيسطر علينا في حاجات كتير قوي خلينا أن إحنا كمان نسطر على غيرنا الإيدانة دي أكتر مشكلة بتقابلنا أن إحنا بنفضح بيها الآخرين و في نفس الوقت إحنا بنبقى محتاجين أن ربنا يسطر علينا فدايما دايما دايما نبقى حاسين بمراحم ربنا علينا في كل حياتنا في كل تصرفاتنا في كل أعمالنا و إحنا بالتالي نقدم رحمة بس برضو الرحمة مش مش بتبقى بس في عدم إيدانا لا الرحمة في أننا أعمل أعمال رحمة مع الآخرين ما يبقاش كل واحد قاعد بيهتم بنفسه بس أو بذاته بس وسابق الآخرين ما لقيش غيري واقع في مشكلة أو واقع في ضيئة و ما ليش دعوة به ما لقيش غيري محتاج و ما ليش دعوة به ما نسألك في عطيه ده ربنا ألهلنا إحنا كل يوم بنسأل ربنا بنسأله عن كذا حاجة بنسأله صحة بنسأله مال بنسأله شفة بنسأله نجاح بنسأله تقدم بنسأله حاجات كتيرة جدا ولكن ما بيهمناش أن غير نحن يسألنا زي بالظبط كان الحاكم لما كان بيسأل الجندي بتاعه بيقوله فين أنت عليك فلوس وعليك وعليك ولما جي طلع من عنده ولقى العبد بتاعه وربنا يعني أو الحاكم سمحه على على العليل غاية لما يقدر يدفعها وهو لما طلع ما رحمش العبد بتاعه لما قاله أنا لي عندك في القصة وما ديرش فحاكم عليه فربنا نسأله قاله لما أنا ما رضيتش أحكم عليك فين الرحمة هي لازم يكون في عندنا رحمة ترجمة نانسي قنقر